بعد أن كان منتظرا بدء سريان الهدنة في غزة وانطلاق أولى عمليات الإفراج اليوم الخميس أعلنت السلطات الإسرائيلية بشكل مفاجئ أنه لن يكون هناك أي توقف للقتال قبل يوم غد الجمعة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي أكد أن الإفراج عن الرهاء سيبدأ وفق الاتفاق الأصلي بين الأطراف وليس قبل يوم الجمعة مصدر فلسطيني مطلع أكد على مباحثات اتفاق الهدنة لوكالة فرانس بخاس وأشار إلى أن التأخير في بدء سريان الهدنة له علاقة بتفاصيل اللحظات الأخيرة المتعلقة بأسماء الرهاء الإسرائيليين وآلية تسليمهم وأعلنت قطر أنه بالتنصيق مع الوسطاء المصريين والأمريكيين موعد بدء تنفيذ الهدنة محددة ساعة الصفر في السابع من صباح يوم غد الجمعة من جهتها أكدت كتائب القصام أن جميع العمليات العسكرية من جانبها تستتوقف عند بدء الهدنة غدا أما مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو فأعلن ما حرفيته تلقينا قائمة أولية للأسرة ويجري فحصها واطلاع العائلات بشأنها من دون أن يحدد الموقف الإسرائيلي من الالتزام بالهدنة وتضمن التفاصيل الهدنة تم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم من الأسرة تسليم الدفع الأولى من الرهاء المدنيين سيتم حوالي الساعة الرابعة من عصر غد الجمعة والتي تضم 13 من النساء والأطفال الإفراج عن 50 من الرهاء المقصمين على أربعة أيام سيتم جمع المعلومات عن بقية الأسرة في قطاع غزة خلال فترة الأيام الأربعة للهدنة دخول المساعدات سيبدأ فور بدء الهدنة دعين نسا organization نسانا دعين نسا